شكراً جزيلاً وينضم إلي الأستاذ علي الشريف الناشط والباحث السياسي للتعليق أيضاً على نفس الموضوع وهو ما وراء تصاعد انتهاكات الانقلابيين في ظل هذه التقارير الانتقائية التي أوردت أرقاماً من المهم أن نقف عندها لنعرف هل هي استندت فعلاً إلى مصادر من خلالها نستطيع أن نقول أن هذه الأرقام واقعية أو لا علي الشريف مرحبا مرحبا فيك أخي العجيز تحية لك أخي الكريم الآن بالنظر إلى يعني قرائم الحوثيين باعتبارها قرائم حرب كما قال وزير حقوق الإنسان قبل قليل متعمدة وممنهجة ضد اليمنيين لا تزال هذه القرائم مستمرة حتى الآن حتى اليوم حتى هذه اللحظة لكن هناك تقارير حقوقية تضع التحالف العربي في موازاة الحوثيين كيف ترى ذلك؟ طبعاً ما قام به الحوثيون تعتبر انتهاكات غير مسبوقة في اليمن وأنا من وجد نظري حتى ما ارتكبه التحالف أو الشرعية من أخطاء يعني في المحصلة النهائية يتحمل الحوثيون هذه المسؤولية بالدرجة الأساسية رغم أنه كل إنسان أو كل طرف يجب أن يتحمل مسؤولية بالقادرة الحوثيون كانوا سبباً في هذه الحرب يا أخي العزيز هم الذين قادوا اليمن إلى هذه الفوضى وإلى هذه الحرب وإلى هذه الانتهاكات الجسيمة التي لم يعرفها اليمنيون الحوثيون ارتكبوا جرائم حرب جرائم جسيمة بالمقاييس الدولية لم يسبق يعني في صراع اليمنيين فيما بينهم لم يسبق لهم أن ارتكبوا مثل هذه الانتهاكات فيما بينهم بالنسبة للمنظمات يعني كل منظمة لها وجهة نظرها في هذا الموضوع وطبعاً يعني هذا لا يعني أننا ندافع عن أي أخطاء فالمدنيين يظلوا يعني يجب أن يكون هناك حماية يعني كافية لهم بأن يكون هناك عدم استهتار بأرواح الناس طيب أستاذ علي أنا خلينا أناقش معك التقرير الذي أوردته منظمة بلا قيود وألقته يعني الأستاذة توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل ألقته في مجلس حقوق الإنسان يمكن أن تكون اطلعت عليه يعني تحدثت يعني عن أرقام في هذا التقرير يمكن أنت أيضاً سمعت أو قرأت الانتقادات التي وقهت إلى التقرير حتى أن البعض قال أن التقرير لم يعتمد على فرق رصد ميدانية وأنه ساوى بين التحالف العربي والحوثيين أنا أسألك هل فعلاً هذا التقرير إذا كنت اطلعت عليه أو قرأته أو اطلعت على ردود الفعل الموجودة هل ساوى بين التحالف والحوثيين من حيث منهجيته وهل من المنطق وضع التحالف في موازاة الحوثيين أو لا أنا طبعاً أستبعد أن تكون يعني منظمة التحالفية بلا قيود تساوي بين الحوثيين وبين التحالف يعني مواقف التوكل كرمان ومنظمتها ومواقف الناجطين الحقوقيين المحسوبين على الثورة معروفة بأنها ضد الحوثيين وأنها تحملهم كامل المسؤولية وأنها تساند الشرعية هم يعني كمنظمات حقوقية لهم يعني أنا لا الحقيقة لم أكن قريباً من هذه المنظمات أو كيف تعمل ولها طريقة تالحة انتظل ظروف الحرب يعني في كل الأحوال يعني لا تسمح بأن تعكس هذه المنظمات بشكل عام الواقع كما هو ويظل بالدرجة الأساسية لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة انتهاكات الحوثيين بما فعله التحالف نعم لكن التقارير تتحدث عن واقع الآن يناقش بعد إصدار هذا التقرير تتحدث عن 113 طفل قتلوا يعني قتلهم التحالف كيف تعلق على هذا الرقم يعني بينما التحالف قتل 108 طفل خلال يعني عفواً التحالف كما قاء في التقرير حتى يعني لا يصير خلط في الأرقام التحالف قتل 113 طفل فيما الحوثيون قتلوا 108 طفل ناهيك عن أرقام أخرى متعلقة بالنساء والمدنيين الحوثيون ارتكبوا جرائم كثيرة جدا يعني قتلوا الأطفال يعني مباشرة في القرى وفي المدن وقتلوا الأطفال أيضاً بدفعهم إلى جبهات القتال يعني دون مراعى لحوظ الطفولة وبالتالي لا مبارنة أبداً بينما يعني انتهاكات الحوثي والميليشيات الانقلابية في اليمن وبينما يعني على التحالف في الأخير التحالف يستند إلى إلى يعني الشرعية إلى السلطة الشرعية نعم التي هي يعني تم الانقلاب عليها هذا أمر يجب يعني يعني يجب أنه يعني مع أنه هذا لا يجب أن يفهم منها أننا يجب أن نتهاون لأنه في كل الأحوال لا يجب أن نتهاون مع أي انتهاكات بأي شكل من الأشكال صحيح لكن علينا لا ننسى الفاعل الأساسي والتداد الرئيسي ولا ننسى أن السلطة الشرعية والحكومة الشرعية تملك كامل الحج في أن تستعيد دولة اليمنيين لأن الفرض الأكبر الضائع الذي إذا ظل ضائعاً سيستمر ضائع اليمنيين إلى الأبد هي الدولة صحيح أستاذ علي الشريف الناشط والباحث السياسي أنا أشكرك شكراً جزيلاً على هذه المداخلة وينضم إلي أيضاً الدكتور نقيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات السلام عليكم وعليك السلام والرحمة والبركة أخي الكريم شكراً لك على هذه الإطلالة الكريمة ويعني أتمنى أن تكون تابعة الحلقة من البداية كيف تنظر بشكل عام يعني لاستمرار قرائم الحوثيين الممولة إيرانياً بحق اليمنيين أولاً الحركة الحوثية بطبيعتها وتركيبتها وتكوينها بأبعادها الأيديولوجية والعسكرية والتنظيمية والإعلامية وطريقة إدارتها للصراع كلها يعني ليست إلا إنعكاس لتصدير الثورة الحمينية وبالتالي هي مواقعاً ليست إلا معسكراً إيرانياً وهذا يعني يعبر عن طريقة يعني يعكس صورة الاستعمار الإيراني من خلال الوكلاء المحليين باستخدام فكرة التشييع وفكرة تصدير الثورة الحوثية هي أخططت دولتنا وتدير حرب تدميرية ليس فقط تدمير الدولة تدمير الدولة هو جزء من أهدافها تدمير وهدم لهذه الدولة لإقامة دولة الميليشيات وبالتالي السيطرة كاملة على المجتمع أيضاً تدير حرب تغيير الذهنيات وهي تشويه كل ما له علاقة بالتاريخ اليمني كل ما له علاقة بثورة ستمبر كل ما له علاقة بالقوة الوطنية المرتبطة بالأرض لذلك كل أطراف الحركة الوطنية اليوم لديها هم دواعي أنا أشكرك على هذا الإيضاح المهم يعني عن حقيقة المؤامرة التي تدور ولكني أسألك في إطار خلفيتك عن موضوع يعني بعض التقارير التي أشارت وأيضاً بعض المحاولات التي تحاول مساواة الانتهاكات يعني انتهاكات التحالف بالحوثيين كيف تقرأ هذه التقارير وما الذي تريده بالضبط وما هي المصادر التي اعتمدت عليها أولاً الشعب اليمني في أغلبه يعني حوالي 90% ومعتدى عليهم من قبل الحركة الحوثية نحن في حالة دفاع عن النفس وهذه حرب وفي ضحايا يعني الحرب ليست نزع لا بد أن يكون هناك ضحايا ضحايا وأيضاً خسائر كثيرة لكن بالأخير لدينا هدف أساسي هو تخفيف هذه الخسائر وأيضاً الحد من الضحايا لكن الحوثية تراهن على مأساة الشعب اليمني وعلى تزايد عدد الضحايا وتوظف المنظمات الحقوقية باعتبارها أداء من أدوات الحرب لكي تنتصر هي تحاول أن تعتمد على الضمير الإنساني لكي تستعبدنا دكتور نقيب لكن منظمة بلا قيود ليست تابعة للحوثية المنظمات الحقوقية بشكل عام لا يعني الآن تقرير منظمة بلا قيود التابعة لتوكل كرمان ليست متواطئة مع الحوثيين ولكن هذا التقرير تضمن معلومات وأرقام ساوت بين الحوثيين والتحالف كيف يمكن فهم منهجية التقرير يعني شوف المنظمات الحقوقية بشكل أو بآخر هي انحكاس لمموليها والغرب بشكل أو بآخر استخدم الأداة الحقوقية يعني لإضعاف الشعوب وتدمير دولنا الوطنية ويتم توظيف هذه المسألة بشكل أو بآخر اليوم لابتزاز الخليج ولإضعاف معركتنا باتجاه إسقاط الإنقلال يعني كم اكترفت أمريكا من انتهاكات في العراق وهو العراق اليوم يحترق كم بشار الأسد ينتهي قتلى بلغ عدد القتلى تجاوز حوالي نصف مليون وخمسة مليون مهجر المنظمات الحقوقية يعني تتحدث لكن هناك دعم لهذا النظام وهو نظام أقلوي ضد الأغلبية نفس الكلام عندنا في اليمن هنا حركة حوثية دمرت عملية سياسية كاملة أخططفت دولة تدير حرب داخلية وتستفز المملكة العربية السعودية من بداية الإنقلاب وهي تعلم أن وظيفتها هو تحرير مكة والمدينة والوصول إلى الرياض وبالتالي الحوثية هي من تنتج الحرب فالحرب هي أداتها وبالتالي تحولت إلى أدى وظيفية لإيران وهناك أطراف غربية لديهم مصلحة في استمرار الحرب لأنهم يحققوا مكاسب نعم لكن أنا أريدك أخي الكريم في ختام هذا اللقاء تعلق على هذا الرقم إن كان منطقيا أو لا يعني الآن هم يتحدثون عن انتهاكات بحق المدنيين قام بها التحالف يزيد عن 40% من إجمال ما يحدث في اليمن هل هذا الرقم منطقي كيف تعلق عليه في نصف دقيقة إذا سمحت أنا أقول لك أن الحرب ليست نزهة وبالتالي هذا المعلومات المعتمدة عليها لا أدري ما هي المعايير المعتمدة لدى المنظمات هل تم العمل عليها ميدانياً؟ هل تم إحصاء كل المناطق الموجودة تحت سيطرة الإنقلاب؟ يعني ما هي يعني يتناول انتهاكات محددة وعينات دون التعمق بإشكالية الانتهاكات الكاملة التي شكلتها الحوثية من خلال انجلابها فالنظرة الحقوقية أحياناً يعني ربما تبدو أنها في طابعها إنساني لكن بالأخير التوظيف السياسي لها هو الأهم وبالتالي أنا أعتقد كل التجارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية هدفها هو إضعاف معركتنا لصالح الكهنوت السياسي في اليمن نعم إذن دكتور نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات أنا أشكرك شكراً جزيلاً على هذه المداخلة مشاهدي الكرام سيبقى هذا السؤال مفتوح وقائم إلى أن نجد ردود منطقية حول هذا الموضوع ما هي المعايير التي اعتمدها تقرير بلا قيود في لغة الرقمية حول هذه الانتهاكات بحق المدنيين والأطفال والنساء وهل هي معايير مهنية أم أن هناك أجندة سياسية كما قد ذهب البعض في تعليقه على هذا التقرير مشاهدي الكرام أشكر ضيوفي الكرام في هذه الحلقة من حديث المساء أسامة الشرمي المحلل السياسي وأيضاً معالي الوزير عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان والدكتور نقيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات وأيضاً السيد علي الشريف الناشط والباحث السياسي مشاهدي الكرام سأراكم غداً في نفس هذا التوقيت على الهواء على قناة يمن شباب إلى اللقاء اشتركوا في القناة